نبدأ مع هذه التحريفات التحريف الأول فيما يرتبط بعنوان الحديث العنوان الصحيح حديث الثقلين أما حينما يقولون حديث الثقلين فهذا تحريف للعنوان قد يكون هناك ترقيع للموضوع فهناك من يرقع فيقول من أن المعنى واحد بين الثقلين والثقلين مثل ما هو فيما بين مثل ومثل شبه وشبه نجس ونجس هذا ترقيع أولا ما هو الدليل على أن هذا كهذا لا يوجد دليل لا توجد قاعدة لا توجد قاعدة لغوية لا توجد قاعدة صرفية نحن إذا أردنا أن نقيس هذا على هذا إما وفقا لقاعدة لغوية معروفة بين علماء اللغة لا توجد قاعدة لغوية تقول بهذا أو أن تكون هناك قاعدة صرفية في علم الصرف ولا توجد أيضا قاعدة صرفية تقول بهذا وإذا أراد أحد أن يرد على كلامي فليأتني بالقاعدة ودليلها ومصدرها هذا ترقيع من أن الثقلين المفرد الثقل والثقلين المفرد الثقل من أن الثقل والثقل كما هو الحال مع مثل ومثل شبه وشبه نجس ونجس لا يوجد دليل على ذلك لا توجد قاعدة لغوية ولا قاعدة صرفية وبغض النظر عن هذا الكلام النقطة الثانية من قال بأن مثل ومثل بمعنى واحد ومن قال بأن شبه وشبه بمعنى واحد ومن قال من أن نجس ونجس بمعنى واحد ربما هناك جهة معنوية تلتقي فيها هذه الكلمات لكن هناك فارق بين كلمة مثل وكلمة مثل مثلي ومثلي فارق كبير مثلي هناك تطابق بيني وبين الذي هو مثلي أما مثلي لا يوجد هناك تطابق وإنما جهة من الجهات جهة من الجهات ألتقي فيها مع مثلي وهناك دلالات أخرى والأمر هو هو في شبه وشبه وفي نجس ونجس فلا يوجد تطابق في المعنى بين هذه الأمثلة لذا هذا الكلام ترقيعي في لغة العرب هناك ثلاثة ألفاظ هناك ثقل وهناك ثقل وهناك ثقل والمعاني مختلفة ثقل بكسر الثاء وتسكين القاف ثقل ثقل في لغة العرب تعني مقدار الوزن ثقلي هو وزني حينما تكسر الثاء وتسكن القاف قد يقال لعشيرة الرجل لأنصاره لأهله من أنهم ثقله فهو يكون ثقيلا بين الناس بأهله يكون عزيزا تكون أقدامه ثقيلة على الأرض قد يقال هذا الكلام لكن المعنى الأصل حينما أقول ثقلي فهو يعني وزني وزني كذا كذا كيلوغرام ثقلي كذا كذا كيلوغرام وزني هو ثقلي وثقلي هو وزني وهناك ثقل بكسر الثاء وفتح القاف ثقل الأولى ثقلي والثانية ثقلي ثقل الثقل حالة في الشيء تقابل الخفة هذا شيء فيه خفة قد تكون خفة مادية وقد تكون خفة معنوية كما في الإنسان إنسان يكون خفيفا معنويا هزيلا فيقال هذا الرجل فيه خفة خفة في عقله مثلا خفة في أخلاقه خفة في صبره وهذا رجل عنده ثقل الثقل ما يقابل الخفة الثقل هو الوزن والثقل حالة توصف بها الأشياء ويوصف بها الإنسان تقابل الخفة أما الثقل حديث الثقلين ثقل وثقل فهما ثقلان ولذا يقال له حديث الثقلين الثقل هو الشيء العزيز جدا والنفيس جدا والذي يصعب أن نقدر ثمنه وهذا يتناسب مع عبارتي ولفظتي إني تارك إنها تركة النبي هذا أشرف الكائنات إنه محمد صلى الله عليه وآله ما هي تركته ليست لأمته وإنما تركته للعالمين إنه رحمة مبعوثة للعالمين لكل العوالم هذه تركة الرحمة المبعوثة للعالمين هذه تركة محمد فماذا تكون لابد أن تكون ثمينة جدا فأي التعابير سيكون الأقرب هل إني تارك فيكم الثقلين ثقل بمعنى الوزن أو الثقلين بمعنى ما هو مقابل للخفة إنه ثقيل أو الثقل إني تارك فيكم الثقلين الشيئين العزيزين الغاليين النفيسين الذين هما عند محمد الأغلى والأنفس والأعاز والأقرب إلى قلبه والأحاب فأي التعابير سيكون أنسب قطعا التعبير الأنسب الثقلان إني تارك فيكم الثقلين هذه تركة محمد صلى الله عليه وآله أما الثقلين أو الثقلين فإننا سنحتاج إلى كثير من التعمل والترقيع لكي نوجد معنى سليما صريحا واضحا لهذا العنوان العنوان الصحيح والبليغ هو حديث الثقلين والثقلان مثنى ثقل وثقل هو الشيء العزيز الغالي النفيس العظيم في قيمته وهذا يناسب معنى التركة المحمدية العظيمة إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرة أهل بيت إلى آخر ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ما يرتبط بالتحريف الأول أما التحريف الثاني وهو تحريف نفسي معنوي ما قام به علماء السقيفة بني ساعد من إحاء لعوام السنة من أن الحديث الذي جاء فيه تعبير وعطرة من أحاديث الرافضة من أحاديث الشيعة لم يصرح بهذا إحاء من خلال الملازمات الكلامية فصار عوام السنة يعتقدون من أن الحديث رافضي من أن الحديث شيعي وصاروا يميلون إلى الحديث المحرف وسنة باعتبار أنهم سنة وهذا الحديث يقول وسنة أما وعترتي فلأن الشيعة لأن الروافض دائما يتحدثون عن العترة عن عترة النبي فهذا حديثه الأمر ليس كذلك حديث الثقلين بلفظي وعترتي منتشر في المكتبة السنية ومنتشر في المكتبة الشيعية أيضا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر